اهلا بكم اختتمت سوريا وايران العام المنصرم بتوقيع وثيقة تعاون استراتيجي طويل الامد يشمل قطاعات اقتصادية عديدة ابرزها التجارة والصناعة ويعطي حوافز خاصة لمشاركة ايران في اعادة اعمار سوريا هذه الاتفاقية بين البلدين ليست فريدة او وحيدة لكنها الاحدث وقد سبقتها اتفاقيات لاعادة بناء الجيش السوري والتعاون في مجال الطاقة والزراعة والصناعة اضافة الى اتفاقية للتجارة الحرة موقعة عام 2010 لكنها لم تفعل بسبب الحرب على سوريا اذا يبدو ان تعاون سوريا وايران مستمر وسيأخذ زخما اكبر في العام الجديد ولسيما ان المسؤولين من الجانبين اكدوا ان الاتفاق الاخير يمهد لعمل اوسع مستقبلا في هذا الحوار الاقتصادي سنحاول التعرف بالتفصيل الى بنود الوثيقة الموقعة اخيرا اي قطاعات تشمل وما الحوافز التي تقدمها والى اوجه تعاون القائمة والمتاحة مستقبلا بين سوريا وايران ضيفنا في هذا الحوار السيد صباح زنجاني العضو في غرفة التجارة الايرانية اهلا بك استاذ صباح اهلا ومرحبا وعام سعيد وجديد ان شاء الله علينا وعليكم شكرا علينا وعليك بداية اسمح لنا ان نتابع معا تقريرا اعده الزميل احمد البحراني في طهران يتحدث عن زيارة الوفد السوري رفيع المستوى الى طهران وعن توقيع اتفاقية طويلة الامد وصفت بانها استراتيجية وبانها ربما الاكثر اهمية بين الدولتين اذا نتابع ومن بعد التقرير نناقش سلسلة اتفاقات وقعها الجانبان السوري والايراني في العاصمة الايرانية طهران اتفاقات ركزت على الجوانب الاقتصادية والمالية التي تنسجم وتتآلف مع عمق العلاقات بين البلدين ولسيما وقوف طهران الى جانب دمشق في حربها ضد الارهاب اليوم الفرصة المتاحة والسانحة للشركات الايرانية هي فرصة جوهرية وفرصة كبيرة جدا وخاصة انها تتمتع اليوم بمزايا لن يكون هناك اي عوائق او قيود امام مشاركة الشركات الايرانية في مرحلة اعادة العمار في سوريا مشاركة يطمح الايرانيون الى تعزيزها في ظل العقوبات الامريكية عليهم ووثيقة تعاون استراتيجي طويل الامد وقعها الضيف السوري مع وزير المواصلات الايرانية اضافة الى الوثيقة التي وقعناها اليوم فان من نقاط قوة التجارة بين ايران وسوريا وجود اتفاقية لتجارة الحرة موقعة عام 2010 لكنها لم تفعل بعد بسبب الحرب وقد اضطت الاجتماعات بين رئيس البنك المركزي الايراني ووزير الاقتصاد السوري عن قرارا للتبادل التجاري بالعملة المحلية وحث الدولار تدريجيا في التعاملات التجارية اتفاقات ثنائية ايرانية سورية تأتي تتويجا لمسار انتهجته طهران بالوقوف الى جانب دمشق طوال الازمة السورية وتقديم المساعدات الاقتصادية والمالية علاقة ينتظر ان تتطور في مقبل السنوات وفي مختلف القطاعة احمد البحراني طهران الميادين اذا استاذ صباح ابدأ من حيث انتهى هذا التقرير هناك تفاؤل بتطور العلاقات الاقتصادية بين سوريا وايران والحديث دائما عن قطاعات متنوعة يريد لو نستطيع قليلا ان نحدد ما هي اوجه التعاون بالدرجة الاولى هل هو تعاون تجاري هل هو التعاون في صناعات محددة ربما ام نوع من تبادل الخبرات اخبرنا قليلا عن اوجه التعاون وعن كيفية تنظيم هذه العلاقة بين سوريا وايران لتكون مثمرة في المستقبل نعم الحقيقة كما هو معروف سوريا بلد تجاري وبلد زراعي وايضا كان لديه صناعات متقدمة متطورة ولكن الحرب طبعا اتت على كثير من هذه المنشآت وقبل الحرب كان هناك مشاريع كبيرة انجزتها ايران في بناء السيلوهات صوامع الغلال وايضا في بناء محطات كهربائية وايضا في مجال الزراعة والري الآن وبعد ان حصل الاستقرار وواضح ان الاستقرار عنصر اساسي لأي بناء ولأي تعاون اقتصادي وتجاري الآن اصبحت الظروف مهيئة اكبر واكثر وهذه الظروف تدعمها اتفاقيات يعني يمكن ان يكون بلد لديه امكانيات ان يشارك في الاعمار ولكن بدون وجود اتفاقيات رسمية قانونية تحافظ على اطر هذا التعاون فان التعاون قد يكون عابر وليس مستمر بوجود هذه الاتفاقيات الآن اصبحت جميع الظروف مهيئة لان تشارك ايران بكامل قدراتها وطاقاتها على المستوى الحكومي وايضا على المستوى القطاع الخاص الشركات القطاع الخاص هناك شركات كبرى في مجالات عديدة في مجالات البنية التحتية من كهرباء الى مياه الى سدود الى خزانات والى محطات انتاج الاسمنت التي تحتاجه هذه العملية الى مصانع الصلب والحديد وخاصة انتاج الكهرباء شيء ضروري لأي صناعة ستحتاجها البلاد في اول خطوة تريد ان تخطوها لا يمكن ان تقوم مصانع بدون وجود الطاقة الكهربائية سيكون من اهم الاعمال التي ستقوم بها ايران انشاء محطات لتوليد الكهرباء واول محطة اتصور ستكون في محافظة اللاذقية كما ان هناك مجال كبير باعتبار ان شبكة توزيع الكهرباء اصيبت باضرار كثيرة وتحتاج الى تأهيل ستقوم الشركات الايرانية بتأهيل هذه الشبكات ان كانت على مستوى الضغط العالي الهاي فولتج او الشبكات المدن هذه ستحتاج الى تأهيل وتم الاتفاق على ان تقوم الشركات الايرانية في هذا المجال طبعا المجال الاخر الذي هناك تركيز عليه من الجانبين هو تطوير الزراعة والمساعدة في هذا المجال والاستفادة من الخبرات الايرانية في هذا المجال كذلك في الواقع عندما تستمعون الى تعليقات او ردود فعل الوفود الايرانية التي سبق وزارة سوريا وبالامس القريب شهدنا زيارة لوفد رفيع المستوى الى حلب ما هي ردود الفعلة التي تستمعون اليها من قبل رجال الاعمال والصناعيين الايرانيين هل يتحدثون عن انسجام وتوافق وتوارد بالافكار بينهم وبين السوريين هل هناك اهتمامات مشتركة هل هناك المستوى نفسه فيما يتعلق بالخبرات والتقنيات ام هناك ربما بعض الملاحظات طبعا لا شكا تكون بعض الملاحظات موجودة خاصة ان المجال حينما يدخل القطاع الخاص القطاع الخاص يفكر بوجود الظروف الملائمة ان كان على المستوى السياسي او المستوى القانوني او مستوى وجود الخبرات يعني ليست كل الخبرات يحتاجها القطاع الخاص لان ينقلها الى سوريا سوريا لديها خبرات ولديها كفاءات ولابد ان تكون هذه الكفاءات مشاركة في عملية البناء والاعمار اذا سيكون هناك لقاءات ولقاءات عديدة التقيت ببعض رجال الاعمال الذين زارونا هنا وايضا رجال الاعمال الايرانيين الذين زاروا سوريا في المعارض والتقوا بشركات القطاع الخاص وشركات القطاع الحكومي ايضا هم يشعرون بأمل وبان الارضية ملائمة طبعا لا زال هناك بعض ادبيات الحوار او ثقافة التعامل بين الجانبين تحتاج الى بلورة لمجالات التعاون وخاصة في مجال البنوك القضايا المصرفية والتبادل المالي شيء ضروري واساسي لأي عملية بناء طبعا المجالات ستكون تجارية وستكون اعمال في البنية التحتية وكذلك مجالات هندسية واستشارات قانونية تحتاجها جميع هذه العمليات اذا المجال المالي ركيزة مهمة ويؤكد عليها خاصة القطاع الخاص الحكومة ستكون ضامنة وتدفع في هذا الاتجاه وتنسق بين البنك المركزي الايراني والبنك المركزي السوري ولكن القطاع الخاص يحتاج الى بلورة والى تفعيل لهذه العملية الانتقال من البنك المركزي الى البنك التجاري مثلا والقرارات او الانظمة التي ترتب وتنظم هذه العملية تحتاج الى تسريع في الواقع بالحديث عن القطاع المصرفي والمالي كان هناك مساعي لاطلاق التبادل التجاري بالعملات المحلية بين البلدين اين اصبحت هذه المساعي وهل ترون ان هناك عوائق قد تحول دون اجراء المبادلات بالعملات المحلية لا اظن ان هناك عوائق كبيرة نعم ستكون هناك بعض الملاحظات وبعض العقبات ولكن يمكن تجاوزها باعتبار ان هذه الان اصبحت تجربة مرت بها ايران ومرت بها سوريا فكيفية تقييم سعر العملة المحلية او الوطنية الايرانية والعملة المحلية او الوطنية السورية وثم الوصول الى مرحلة المقاصة الكليرانس بين العملتين وهل ستكون على اساس شهري بين البنك المركزي الايراني والبنك المركزي السوري او تكون على مدى ستة اشهر او سنة هذه الترتيبات ستحتاج الى تفعيل واعتبار العملات الاجنبية او الذهب كاطار وشاخص او معيار لهذا التقييم هذه عملية الان اصبحت دارجة ومتداولة في البنك المركزي الايراني وباستطاعته ان يقدم الحلول التي تضمن حقوق الاطراف جميعا نعم هل هذا ما عاقى نعم هل هذا ما عاقى في المرحلة الاخيرة اعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وانشاء منطقة للتجارة الحرة بين الدولتين بين سوريا وايران يعني طبعا الاتفاقية وقعت عام 2010 قبل الازمة ولكن لم يكن متاحا تفعيلها كما يجب في ظل الوضع الاستثنائي وحالة الطوارئ القائمة في سوريا ولكن الان ما عودت الامن والامان ما مصيرها لا شك ان هذا كان احدى الاسباب في التاخير ولكن ليكن في علمنا ان الجمهورية الاسلامية اليرانية كانت قد رصدت خط اعتماني لمشاريع التجارة والمشاريع الاخرى بين البلدين وكان يستفيد منها القطاع الخاص ايضا في البلدين وهذا كان طبعا يحتاج الى اخذ وقت ومراحل عديدة الان على وعلى هذا الخط الاعتماني ستحتاج العملية الى رصد وتطوير الخزينة الذي يسند هذه العمليات اصبحت العمليات على مجال كبير كل مشروع ربما يبلغ 500 مليون يورو وهذا سيتخطى الخط الاعتماني اذا كان هناك لدينا مشروعين او ثلاثة سيتخطى الخط الاعتماني اذا يحتاج الى رصد مجالات اخرى لتأمين هذه العملية نعم عن هذه المجالات استاذ صباح سنتحدث ولكن بعد الفاصل اذا سمحت لنا اذا مشاهدين فاصل قصير ونعود اهلا بكم من جديد مشاهدين واهلا بك الاستاذ صباح زنغاني انت معنا من طهران قبل الفاصل تحدثنا عن وثيقة استراتيجية طويلة الامد وقعت اخيرا بين ايران وسوريا ما الجديد في هذه الوثيقة ما ابرز بنود هذه الوثيقة وعلى اي قطاعات تركز نعم كما اشرت هناك مجال المشاريع التي ستقام في سوريا وخاصة في مجال الكهرباء وتطوير او تأهيل الشبكات توزيع الكهرباء وايضا المجال المصرفي سيكون هناك تأسيس بنك مشترك بين البلدين وهذا البنك سيسهل كثيرا من عملية دعم العمل التجاري والعمل الاقتصادي وايضا المشاريع من ناحية اعطاء الضمانات اللازمة للجانبين للاستمرار في ما يصلون اليهم من اتفاقيات على شتى القطاعات وشتى المراحل سيكون هناك ايضا تنظيم جديد لجدول او جداول البضاع المعفاة من القمارك بين البلدين نعم كما سيكون هناك ايضا تركيز على تقليص او تقليل او حذف التعرفة القمركية والوصول الى اتفاق واضح وبالتفاصيل لهذه الامور التي ستشملها التعرفة او التي ستقلص فيها التعرفة بين البلدين كما ست يكون هناك تركيز لإيجاد شركات مشتركة ايضا يعني العملية سوف لن تكون ايران تنقل خبرتها الى هناك وثم تخرج بل سيتم عمل مشترك وتطوير وإيجاد شركات مشتركة وهذه الشركات المشتركة ستعطي دافعا ايجابيا لكل الجانبين الجانب الايراني سيطمئن ان هناك قطاع خاص او قطاع حكومي سيقوم في الجانب الاخر بتهيئة الارضية وما يحتاج اي مشروع وايضا سيساعده سيساعد الجانب السوري للتعرف على القدرات في الجانب الايراني التي يمكن ان تضمن له نقل الخبرة وايجاد مشاريع في البلد سيكون هناك نوع من تحديد للدور الايراني المطلوب في مرحلة اعادة الاعمار لانه بصراحة يحكى عن نوع من توزيع الادوار بين الحلفاء كل من سوريا وايران عفوا سوريا وايران وروسيا والصين حتى وكأنه هناك نوع من توزيع القطاعات او نوع من التخصص لكل دولة بالدرجة الاولى روسيا ستمسك بملف الغاز الصين بملف البنية التحتية والاتصالات خصوصا وربما يكون دور ايران ما يتعلق بالمواصلات والمبادلات السلاعية او شيء من هذا القبيل هل فهمتك بشكل صحيح على حال يمكن ان تكون هكذا خريطة لتوزيع الادوار ولكن جميع هذه الادوار ستحكمها ميزة اساسية وهي ان تكون قابلة للمنافسة على المستوى العالمي سوريا بلد خرجت من الحرب وبقوة ابنائها وجيشها وقيادتها والحلفاء اللي كانوا معها ولكنها تريد ان تكون على مستوى العمل المسؤول الدقيق وتكون الاسس منافسة واقعية لا تتعداها وستضبط اي عملية يمكن ان تؤدي الى نوع من الفلتان او الفساد لا سمح الله في اي عمل اذا هناك مسؤولية وهناك محاسبة دقيقة وهناك منافسة هذه الاصول ستراعى في اي مشروع يكون هذا المشروع لتقوم بالشركات الايرانية او الشركات الروسية او الشركات هل تلحظ الوثيقة الجديدة مسألة الربط الاقليمي ولسيما ما يتعلق بانشاء سكة حديد تنطلق من ايران مرورا بالعراق وتصل الى الساحل السوري الى ترطوس والاذقية ويعتقد ان هذه السكة اذا ما نجحت ستساعد في اعادة كل من ايران وسوريا الى ما يعرف بطريق الحرير وهو الطريق المبادرة التي اطلقتها الصين لتفعيل التجارة بين سلسلة الدول هي شريكة في هذا الخط وربما تساعد في توسيع المحور المعادل الولايات المتحدة عبر تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الاعضاء هل تلحظ هذه الوثيقة مسألة الربط الاقليمي نعم الملاحظة انه الوزير المكلف بملف التعاون مع سوريا هو وزير المواصلات هي انه هو المسؤول عن اغلب هذه المشاريع ان كان السكة الحديد او الطريق البري او حتى النقل البحري او النقل الجوي كذلك اذا هناك اهتمام في هذا المجال طبعا من ناحية العملية الان السكة الحديد الايرانية قريبة على الحدود العراقية ويمكن ان تصل بين السكة الايرانية والسكة العراقية بثلاثين كيلو متر لا اكثر وقد قررت الحكومة الايرانية بناء هذه القطعة التي توصل بين المدينتين في جنوب ايران وبذلك ستصل السكة الحديد الى جميع ارجاء العراق ومن هناك الى الحدود السورية ومن سوريا الى البحر المتوسط طبعا هذا سيؤدي الى تحريك عجلة التنمية والتجارة ليس فقط بين هذه البلدان الثلاثة بل ايضا بين شرق اسيا واوروبا من جهة اخرى وسيأتي بالناتج الايجابي لجميع شعوب هذه المنطقة من سوريا والعراق وايران الى اوروبا والغد لنظره قريب استاذ صباح نشكر لك كل المعلومات القيمة التي قدمتها الوقت انتهى بالكامل للأسف اشكرك مرة جديدة وانت العضو في غرفة التجارة الايرانية الاستاذ صباح زنغاني والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا